اشتركوا في القناة 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 حاليا الاكتف هو سبع عشرين الف وتسعمية طبعا انا انا ممكن انه اشيلها واختار فقط الاكتف زيان اختار فقط الاكتف ها اها فالان طلعت لي فقط المجلات اللي هي اكتف ها طبعا ايضا يفيدنا الاكسل شيد هنا مثلا موضوع اللغة يعني انا اريد مثلا مجلات اللي تنشر باللغة العربية والانجليزية هايا عربي وانجليزي اي مجلة تنشر باللغة العربية اللي وياها الفرنسي والانجليزي هايا كلها المجلات اللي تنشر باللغة مثلا العربية تمام ايضا موجودة وقسم تبدي اوش انجليزي وبعدين يحطون بعدها اللغة العربية مثلا هنا يعني هي المين انجليش وبعدين وياها اللغة العربية ايضا هاي ممكن انه جدا تفيدنا اكيد اخر سايت سكور هو 2021 نوعها هي مجلة او شي اسمها ايضا ممكن نشيل البوك وفقط نحط المجلات ايضا تقريبا هذه المجلات ايضا موجودة كلها يعني بيك هواية بالاكسل شيت ممكن انه نستخدمها مثلا موضوع اسم الدار النشر وشنو الاختصاصات مثلا باللايف ساينس نقدر نختار فقط المجلات لايف ساينس اكو الفيزيكال وغيرها نرجع احنان طبعا اكو هاي اللي هي البروسيدنج مع الكونفرنسز اللي هي معترف بيها ايضا موجودة هنان واكو البوك سيريز ايضا موجودة احنان ايضا موجودة وهاي اللي باللون الاحمر ايضا معناها اللي خرجت discontinue by اسكوباس ايضا معناها انه خرجت من اسكوباس فهذا بالنسبة لملف الاكسل في اسكوباس موجود احنا ناشري في صفحتنا على الفيسبوك ممكن انه تطلعون عليه بالنسبة لصفحة اسكوباس ابدأ بينا على موضوع انه تو بريزنت الان في موقع اسكوباس بحاث هالمجلة مكتوب من 2012 ل 2022 زين ليش مكتوب بريزنت طبعا هنا تروح على اسكوباس كونتن كوريج بالالفين و 23 برغم احنا بشهر الخامس ممكن انه المجلة تنشر عددين بالسادس وبالالاثناش فلذلك مكتوب انه المجلة لحد الان للاثين و 20 و ليس الى البرزنت خلنا اخذ مثال اخر مجلة اخرى مثلا مجلة اللانست كمثال مكتوب الى البرزنت لماذا؟ لانه الاسكوباس موجودة بالالفين و 23 نزلين بحوث وتم ارشفتها فهذا الفرق بين البرزنت بين الالفين و 22 لا اذا اوجدنا 2021 و 2020 على الاغلب معناها انه المجلة خرجت من اسكوباس هذه بالنسبة للسورس هذه موضوع البرزنت و موضوع الى الالفين و 22 اذا عدتكم اي سؤال استفسار كتبونا اسفل الفيديو و شكرا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة